لقد كانت مواساتي لنفسي دائماً أن الله ما أحدث لي أمراً إلا لخير وما أشقاني إلا ليرضيني وما أبكاني إلا لأتلذذ بطعم الفرح وما حرمني إلا ليعوضني وما أخذ مني إلا ليعضيني وما جعلني أقطع طريقاً طويلاً ومظلماً إلا ليعلمني أن الشمس تغيب وأنه من الضروري أن أحمل نوراً في قلبي فكلما ضاقت تذكر كيف أبحر نوح بالسفينة في موج كالجبال وكيف سلم إبراهيم من النار وكيف نجى يونس في بطن الحوت وكيف شق موسى البحر بعصاه أجمل ما في فرج الله أن يأتي بعد أن تنقطع كل الأسباب ولا يبقى في قلب العبد إلا الله ترجمة نانسي قنقر